بشكل مفاجئ كتائب حزب الله العراقية تعلن تعليق عملياتها ضد القوات الأمريكية في المنطقة قرار يأتي بعد يوم من توجيه البنتاجون أصابع الاتهام لها بتنفيذ الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية شمال الشرقي الأردن وتعهد واشنطن بالرد بالطريقة المناسبة الكتائب في بيانها أعزت قرارها لعدم إحراج الحكومة العراقية التي أدانت الهجوم وأكدت في الوقت ذاته أنها اتخذت قرارها بإرادتها ومن دون تدخل من إيران كما أكدت أنها ستدافع عن أهل غزة بطرق أخرى وأوسط عناصرها بالدفاع السلبي مؤقتا إذا حصل أي هجوم أمريكي تجاههم الولايات المتحدة في أول تعليق لها قللت من شأن هذا البيان وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر إن الأفعال أصدق من الكلمات ليس لدي تعليق محدد أقدمه بشأن التقارير التي تتحدث عن تعليق حزب الله العراقي عملياته سوى الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات وسوف نقوم بالرد في الوقت وطريقة التي نختارها الرئيس الأمريكي كان في وقت سابق أكد أنه اتخذ قراره بشأن الرد على الهجوم ولكنه لم يقدم مزيد من التفاصيل عن طبيعة هذه الإجراءات التي سيتخذها متهما إيران بالمسؤولية عن تزويد الأسلحة لأضروعها لتنفيذ هذا الهجوم ولم يوضح بايدن ما إذا كان سيستهدف مباشرة الأراضي الإيرانية كما يطالب سقور الحزب الجمهوري إلا أن البيت الأبيض أشار إلى أن الرد المرتقب يمكن أن يكون على مراحل يرتكز على مواصلة تقويض قدرات الجماعات الموالية لإيران أما موقف بغداد من قرار حزب الله العراقي تعليق عملياته العسكرية فجاء على لسان المستشار الإعلامي للحكومة هشام الركابي الذي أكد أن القرار جاء نتيجة لجهود رئيس الوزراء محمد الشريع السوداني بالتفاوض حول انسحاب قوات التحالف من البلاد ولتفادي الضربات الأمريكية المحتملة وفيما تؤكد واشنطن أنها لا تريد اتساع نطاق الصراع في المنطقة يتوقع مراقبون أن يكون الرد الأمريكي على هجمات الفصال المسلحة داخل الأراضي العراقية وهو ما من شأنه أن يصعب من جهود المفاوضات الجارية بين واشنطن وبغداد بسحب القوات الأمريكية من العراق ترجمة نانسي قنقر